ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة افتراضيا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الثالث والثلاثين للرؤساء الدول والحكومات والأعضاء بالألية الإفريقية لمراجعة نظراء وخلال الكلمة أكد مدبولي أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020 كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها استمرارا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة COVID-19 والأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى التقرير المرحلي الذي تم عرضه في المنتدى والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص وتناول بإيجاز أهم عناصره فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية والمشاركة المجتمعية في بحث أولويات وقضايا العمل الوطني من خلال إطلاق مبادرة الحوار الوطني كما استعلق رئيس الوزراء جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دور المجتمع المدنية وكذلك جهود الدولة على الصعيد الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وفق منهج شامل